ترجمة نانسي قنقر وذلك للسنة الثانية على التوالي وتصدرت الدانمارك ونيوزيلندا ترتيب الدول الأكثر شفافية في العالم حيث حصلت على 91 نقطة من أصل 100 محافظة على الترتيب نفسه للعام الماضي في حين احتلت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال المرتبة الأخيرة مع ثماني نقاط فقط وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة رقم 19 في حين صنفت فرنسا في المرتبة رقم 22 وأفاد تقرير منظمة شفافية دولية بأن 70% من الدول تصنف باعتبارها شديدة الفسد دخلت أمس الاثنين القواعد الجديدة التي من شأنها تحديد أطر الخدمات اللاسلكية المرتبطة بالهواتف المحمولة حيز التنفيذ في كندا وتطال هذه الخدمات قرابة 30 مليون مشترك في هذا النوع من الخدمات في البلاد وتعود بالنفع على هذا القطاع بقرابة 20 مليار دولار سنويا وعمد المجلس الكندي للبث والاتصالات إلى تحديد تلك الأطر في حزيران جوال ماضي بناء على عدد كبير من شكوى المستهلكين وتنطبق القواعد الجديدة على كل عقود الهواتف المحمولة المبرمة والمعدلة والمجددة اعتبارا من اليوم الواقع في الثالث من كنون الأول ديسابر واعتبارا من حزيران جوال 2015 ستتطبق القواعد الجديدة على كافة العقود بغض النظر عن تاريخها أعلنت الحكومة الكندية عن مضاعفة مساهمتها المالية في برامج تنمية التكنولوجيا الفضائية إلى 20 مليون دولار سنويا بحلول العام 2015-2016 وأكد وزير الصناع الكندي جيمس مور أن هذه الخطوة ستسمح بتمويل أفضل وثابت لهذا القطاع فضلا عن تطوير تقنيات فضائية جديدة تساهم في إعلاء شأن الشركات العاملة في هذا المجال على الصعيد العالمي ندد الحزب الديمقراطي الجديد بتراجع اللغة الفرنسية في القطاع العام الفيدرالي في حين كشفت بعض الوثائق التي نشرت مؤخرا عن تراجع ملحوظة في موازنات وعدد الموظفين العاملين في مكتب الترجمة ففي أعقاب طلب تقدمت به النائبة عن حزب الاندي بي إيلان ميشو أقرت الحكومة في مجلس العموم الكندي أن عدد العاملين في مكتب الترجمة قد تراجع من 1024 عام 2005-2006 تاريخ تسلم حزب المحافظين الحكم في كندا إلى 951 شخصا حاليا كما تبين أن الموازنة السنوية لمكتب الترجمة تراجع على مرء السنوات من 227 مليون دولار منذ خمس سنوات إلى 194 مليون و800 ألف دولار تعليقا على الوضع تحدث الناطق بلسان الحزب الديمقراطي الجديد في شؤون الثنائية اللغوية إيفون جودان عن تراجع الثنائية اللغوية في أوتاوة تمكن العضو في مجلس أشيوخ الكندي باتريك برازو المعلقة عضويته بدون راتب من المجلس الأعلى منذ شهر 22 نوفمبر الماضي من إيجاد وظيفة قاستحافي لمجلة ساخرة تعنى بالفضائح متواجدة في مدينة هاليفاكس في مقاطعة نوفاسكوشيا وقدم برازو طلبا للحصول على بطاقة تسمح له بالعمل في البرلمان في أوتاوة وانتهز المناسبة للتحدث إلى وسائل الأعلام مؤكدا على أن الدافع وراء التعاون مع المجلة المذكورة هو الكشف عن الحقيقة أمام الكنديين بعث رئيس بلدية تورونتو روب فورد رسالة إلى رئيسة الوزراء في مقاطعة أنتيريو كاتلين وين ليعلمها بأنه لا يزال رئيسا للبلدية وبأنه يتوجب عليها دعوته إلى كل اللقاءات المتعلقة بمدينة تورونتو وتم إيصال الرسالة خلال فترة بعض الظهر من يوم أمس الاثنين في أعقاب إعلان مكتب رئيسة الوزراء عن عقد لقاء اليوم الثلاثاء بين وين ومساعد رئيس البلدية نورم كيلي الجدير ذكره أن معظم الصلاحيات التي كان يتمتع بها فورد نقلت إلى أيدي نورم كيلي بقرار من مجلس البلدية في أعقاب الفضائح التي طالت فورد قررت الحكومة الكندية رفع حجم التمويل الذي تقدمه للصندوق العالمي لمكافحة مرض فقدان المناع المكتسب الأيد ومرض المالاريا ومرض السل فقد أعلن وزير التنمية الدولية كريستان بارادي أمس الاثنين عن أن المساهمة الكندية سترتفع بنسبة عشرين بالمئة لتصل إلى ستمائة وخمسين مليون دولار على مدى ثلاث سنوات انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة